السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتحدث عن كيف تشف حاجات في الذكاء الاسماعي الذكاء الاسماعي هو هدافه الذي أريد أن يطلعه ولم يصل له أن يجعل الكمبيوتر يفكر مثل البشر هناك فروع كثيرة جدا منها مثل أنه يفهم الكلام مثل أنه يقدر يفهم الصورة مثل أنه يحول تيكست لصوت أو صوت لتيكست هناك فروع كثيرة جدا من دم الفروع دي التعلم القليل وده من أهم الفروع لأنه ليس كل شوية تعد برمك لا أنت تجعله يفهم لو تعرض لمواقف أنا لم تدربتوش عليه يعمل إيه؟ يعني أنا دربت مثلا لو حد جي يشتري حاجة وقال له مثلا سأل وتقع لي يجاوب عليه طب لو حصل مواقف غريب شوية بالنسبة له يتصرف إزاي؟ هي دي بقى الفكرة من التعلم القليل يبدأ يتعلم من المواقف واحدة واحدة يبدأ أن يأخذ تجارب ويقدر يصرف معه يعني عربية مثلا تدربت في أنها تتمشي في شوارع نيويورك نزلت مصر مثلا وفجت بأنواع عربية مختلفة أو قواعد مرورية مختلفة أو شراط مرور مختلفة تبدأ أنها تتعلم معه بلاقي أن فيه نوعين السيين أو خلاني قوله أربع نوع النوع الأولاني I'm super fast learning يعني إيه؟ يعني أنا بش بضربه على حاجة أنا أريد له كل ال data ويقول له حاول تلاقي الحياة المشتركة العنص المشتركة تجمعه مع بعض عشان تقدر أن تتكون صورة عامة بمعنى هتدله كل صور القصص وكل صور الكلاب وكل صور التيور ويبدأ يشوف أه ده ليه من أور ده ليه جنيع ده ليه شكل الديل وهكذا فيبدأ أنه يصنفه ده نوع ده unsupervised فيه بقى يعني فيه حد بيوجهه بقول له دي تفاحة ودي له تفاحة لونها أحمر ودي مثلا موزة ودي له موزة لونها أصفر ومش بيركز على اللون بيركز على الشكل والحاجات ده كلها بعد كده بعد فترة أدي له صورة مثلا تفاحة فهو يقدر أنه يصنفه كمام؟ فيه semi-supervised يعني ايه؟ يعني شوية كده شوية كده يعني بدل معروف كتيرة وفيه بعضهم بشرحهم له أو بأسامهم له وعلى أساسهم بيبدأ هو يكمل التقسيم وفي حاجة بقى اسمها Reinforcement Learning إن أنا بخليه يتعلم من خلال إنه هو لما يعني حاجة صح يتقال له برافو لو تعمل حاجة غلط يقول له غلط فيبدأ إنه يتعلم اللعبة يعني بخليه يلعب اللعبة من غير ما يعرف القوع بتاعتي طيب ده Machine Learning إن أنا بيبع عندي Supervised أو Unsupervised أي أن يكون داتا اللي موجودة وبعد كده ممكن أي داتا تدخله بعد كده يبدأ إن هو يستوعبها ويضع إنه يفهمها ويحط لها ألغوريزم معينة أو طريق تفكير معينة بحيث إن أنت بعد كده يقدر يتنبأ بالحاجة اللي هتحصل بعد كده أو لو جاءت له معلومة ما خدهاش يبدأ إنه هو يفهمها طيب فأنا عندي حاجة اسمها Classification يبدأ بقى إنه يفهم ده مثلا ويبدأ إنه هو يقسم حاجات وعندي حاجة اسمها Regression يبدأ إنه هو يتنبأ بالحاجة اللي هتحصل يعني يبدأ إنه هو مثلا يشوف درجات الحرارة مثلا فيبدأ إنه هو يتنبأ بكرة تبقى داردة حرارة كامل طبعا الموضوع بش تبقى داردة حرارة بس بيبقى بالرطوبة بالسن اللي فاتت بيبقى الموضوع فمية ده ترهيبة جدا بيبدأ من خلالها يستنتج أو يتنبأ بالمعلومة اللي هتحصل بعد كده عند حاجة تانية برضا اسمها Cluster دي أفكار اللي سمعنا نتفكر بها إنه أنا بديلوا بتوتها كتير قوي ويبدأ إنه هو يحطهم في مجموعات طيب عند حاجة اسمها بقى إيه Anomaly Detection ده عبارة عن إيه بيكتشف حاجة مش زي اللي متعود عليها يعني نغمة شازة عبارة عن إيه لو أن ده مثلا بتتعامل بالفيزا وعلى طول الفيزا بتاعتك ده موجودة في مصر ومرة واحدة لقى إن انت بتصرف الفيزا دي من ألمانيا Stop وقف الفيزا ليه؟ اكتشف حاجة غريبة فلازم تتأكد إن انت الشخص اللي بتصرف في ألمانيا يبعث لك تنبيه على الموبايل أي حاجة المهم يتأكد ان انت نفس الشخص بعد كده اللي بتصرف من ألمانيا عادي خلاص هو اكتشف ان انت موجود في ألمانيا أو بيت سافر ألمانيا لما يلاقي نغمة نشاز في الموضوع اللي بتصرف بشكل معين أو بتصرف في موقع مشبوه أو أي حاجة يبدأ ان هو ينتبه لحاجة زيك فده من ضمن ال problem type خاصة بالتعلم من ضمن الأجزاء بتاع التعلم القلي حاجة اسمها التعلم العميق هي عبارة عن إيه؟ انه بيبقى فيه العادي بيبقى عني مثلا input و output ويبقى فيه خلية أو نقطة معينة بيبدأ انه layer معينة بيبدأ ان هو ينظم المعلومات أو يهد قيمة المعلومات دبلرنج لا بيبقى فيه اللي يراك كتيرة هادن مخفية انا نفسي معرفش عن حاجة فهيقدر ان هو يحل المعلومات بشكل أكثر تعقيدا انا نفسي معرفش خدت القرار ده منعن عن ايه؟ يعني انا بديت صور كتير قوي واكشفت ان هو مثلا من خلال قضى حية العلم فقط قدر يفرق من الرجالة وستات فاكتشف ان فيه حاجة معينة انا مكنتش عارفها من خلال ان هو حلل كل ال data اللي انا اديت لها ديب لرنج لو بسيط في هوغل او بسيط هتلاقي الناس كتيرة دلوقتي بدأت تدور عليها يعني كل شوية تكفز قفزات هائلة في 2012 مكانش حد يسمع عنها دلوقتي في 2029 كل الناس تسمع عنها فيه تكون رجاء كتيرة جدا زي مثلا كمبيوتر فيجن اللي هو الرؤية الحاسوبية كان برضو لما دخل بقى مع الديب لرنج عطت اداء اقوى واصبح ناس كتيرة بدأت تسبب منها بشكل اقوى ما باستش انطر ان انت تفهم كل حاجة لا باستطيع تديله الصور هو يبدل ان هو يستمتل حاجة كتير جدا حاجة مثلا زي كده ان هو صور مبكسيلة جدا صور صغيرة صور قديمة صور متدمرة هو من خلال نيورال نتورك بيبدأ ان هو يفهم الصورة دي عبارة عن ايه ويبدأ ان هو يحسنها ويبدأ يجيب لك الصورة الاصلية ايه فده من ضمن القصص النجاح ان احنا نبديله صور زي كده هو يبدأ ان هو يوصفها لنا يعني مشقول لنا ده في بنت ويسكت او في شجرة او في كذا لا ده بيوصف كل حاجة في الصورة الشخص ده سعيد بلسعيد ده تفلة صغيرة بتلبسة بينك وعملة تنط في الهوا وفي ديكالب لونه كذا بلاك اند وايت بنط في الهوا بدأ يوصف كل حاجة في الصورة وده حاجة قوي جدا طبعا الزكاء الصناعي والتعلم القالي والتعلم عميق الحاجات دي ليها جزور يعني من من الحرب العالمية التانية في اواخرها بدأ يظهر موضوع الزكاء الصناعي وبدأ يبقى فيه اهتمام بالموضوع وبدأ يبقى فيه نظارات كتير جدا طب ناخد اي مجال وبدأ فيه تطورات لكن كانت مكسورة على البحثين يعني مركز بحثية معينة لان الأبحاث كانت محتاجة برمجة ومحتاجة جزء عالية والحاجات ده كلها والنتائج بش مبهرة يعني ما بتحسش فيه نسبة كبيرة كده من خضاء لكن حاليا فيه كوافزات رهيبة جدا حصلت فيه تحليل الصور وفيه شال جي بي تي وفيه هو يرسم لك الصور بالذكاء الصناعي فأصبح الموضوع عالمي والناس كلها افتكرت انه اخترعوه من اسبوع وله حاجة لكن كل ما حنتكلم فيه هتلاقي لي ورقة ابحث اخذ كتير جدا لحد ما يبدأ يظهر معينها بصورة دي يعني فكرة ان هو يقدر يقرأ الكلام المكتوبة بالذات لو خط الإيد دي ابحث كتير جدا مثلا ان هو بذات بقى بشو يقرأ اللاتينية لا يقرأ العربي الحروب بتاعه متشابكة مثلا وفيه كذا في طريقة الكتابة الخطوط وغير حاجات دي كلها فبيبدأ بقى ان هو يقضي حل المكان كل حرف وكل حاجة في حيث ان هو يقدر يقرأ الكلام يعني لو ديته صورة وفيها كلمة ازاي ان هو يقرأ الكلمة دي ويعرف تأثيرها ايه فبيتدربوا ودولوا صور كتير جدا مبادئ يقرأها فاكن انت كنت تساعد تدخل الموقع فتلافي كلمة كده اقولك انا عايز اتأكد ان ان انت يسان ولا روبط فيه ناس يقولك ايه ده هو بيحاول اختارك الجاس بتاعك وبحاول ياخد المعلومات هو مجرد ان انت دخلت الموقع بيرمي كوكس ويعرف المعلومات بغير الصوراتية لكن هو بيحاول يدرب الذاكي اللي اسماعي على الترفع الصور فممكن ان يمسك مثلا كتاب كبير وياخد جملة كتيرة ويخليك انت تدرب او تدرب الكمبيوتر على ان هو يستنتج الكلام ده او تكتب انت جزء هو بيديك كلمتين كلمة فيه ما هو عارفها وكلمة هو مش عارفها لو كتبت الكلمة اللي عارفها غلط فبيقولك غلط الكلمة التانية وهي عشوائي مش لازم من رقب واحد ورقب اثنين يبدأ ان هو ياخد الكلمة ده ويبدأ كتبت الكتاب فتلاقي احنا كتبنا كتب كتير جدا من غير ما نعرف دي بقى اللي يراك كتير جدا عشان يقدر يفهم الحرف دوت يبدأ ان هو يتدرب على كل حرف وكل كلمة بحيث ان هو يقدر ان تدلوه اي صورة بتاكتك كتير جدا ومخطوات قديمة يبدأ ان هو يفهم طب ازاي فشايفين فكرة الخليل العطبية بيكون في كزا حاجة هو بيبدأ ان كل واحدة فيهم بتاخد معلومة معينة وكل واحدة فيهم بتدرب في معامل معينة مثلا ايه ممكن حاجة مثلا تاخد وحدة تاخد وحدة تاخد وحدة المومن في الاخر يبقى مجموع في مثلا واحد فيبدأ من خلالها يقدر مثلا ايه انت عايز تعرف دي صفح حالو شفح الشكل ده هياخد اكبر درجة الريحة هتاخد لها مثلا درجة معينة بس اقل من الشكل الملمس وهكذا كل ده بيقدي ان انا في الاخر اقدر اخد المعلومة ويبدأ ان انا استنتاج هيا دي بفكرة اللي العلماء ركازوا على كتير جدا بحيث ان هنقدر استنتاج المعلومات لانه كانت كون ناس كتيرة عملت تفكر ازاي نخلي الكمبيوتر يفكر داي الانسان فكانت في نظري كتير جدا لكن نظريتهم يفقق يعملوا نفس فكرة خليل العصبية الموجودة فوق الانسان هي دي الاقرب عندي امبوت هي وكل امبوت بديها ويتقوزن معي بحيث ان انا اضربه فينة فقدر ان انا اعرف الكلمة بتاعتهم عندي طبعا عندنا حيث اسمها الان ان artificial neural network ودي مش جديدة دي برضو من سنة 1980 فيها بحيث كتير في القصة ديات اللي هم قالوا احنا عايزين نعمل نفس فكرة الخليل العصبية هم حتى اللي ان اعتبروا جزء صغير من الخليل العصبية تحت فور يعني لسه حاجة صغيرة خالصة بحيث ان هو بيبدأ يشوف المعلومات الامبوتو اللي جاية ويبدأ يديها اوزان بحيث ان هو يبقى ان هو يستمتج الديبلر لنجي بقى الهيدن لايار دي بتبقى اكاسة واحدة فما ببقاش اقدر استمتج هو يفكر في ايه او هو هيوصل لايه تبقى فيه لراكتر جدا احنا مش اخذين بالنا منها بحيث اجادنا النتيجة فالذلك بصعب ان انا استخدمها في حاجات حربية مثلا ما نفعش افقرار بالحرب او بحاجة معينة من نفسه ليه ممكن يكون هو فكر في حاجة بش صح او حاجة بش منطقية او حاجة من نقطة نص البشرة عشان نص البشرة يأكلوا فنوفر لهم الاكل لازم ده فيه انسان هو اللي بيفكر وهو اللي يأخذ القرار في الاخر شكرا 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 شكرا